مصر دولة صحراوية والتنمية نوع من أنواع الأمن القومي الظهير الأمني لينا في هذه الأماكن ده ما يحصلش أبدا من غير تنمية مصر معظم أراضيها صحراوية والصحراء فيها خير كتير فيها ظروف قصية وفيها تقلبات مناخية سريعة ونضرة في المياه وأيضا جودة المياه المتوفرة في الأماكن الصحراوية بالرغم من كده إحنا عندنا علماء وعندنا عزيمة وعندنا إصرار إن يبقى فيه تنمية في الصحر وإن يبقى فيه خدمة حقيقية وليها استمرارية توصل للأهالي في هذه الأماكن ومش كده وبس إحنا كمان عندنا علماء مصممين إن يبقى عندنا منتجات مميزة بجودتها تكون أورجانيك خالية من أي مواد كيميائية وبقينا نشوف إن الفكر النهاردة إزاي يستفيد من هذه الموارد القاصية وتسخرها وتسخرها والتغلب على مشاكلها علشان يبقى عندي تنمية مستدامة شفنا قبل كده استزراع سمكي في الصحر النهاردة هورل حضراتكم استزراع سمكي في قلب الصحراء المصري بنتكلم دايما على الصروة الحيوانية وتوافرها ومدى مناسبتها وملأمتها ووجودها في الأماكن الصحراوي وإيه المرضود اللي هيحصل لو أنا النهاردة عندي صروة حيوانية داخل الصحراء لا أنت بتتكلم على تنمية بتتكلم على إنها ترتبط بزراعة لإن أنا محتاجة أوفر أعلاف بترتبط إن أنا هستفيد من مخلفات القطعان كتسميد عضوي هيبقى فيه استقرار ومصدر داخل الأهالي اللي موجودين في هذه الأماكن حياة جديدة بتنطلق داخل الصحراء المصري من الأكبر المشاكل اللي بتقابل الدواجن أو صناعة الدواجن الأمن الحيوي أو الأمن الحيوي على فكرة داخل الصحراء تقدر توفر الأمن الحيوي بكل سهولة وتقدر تتحكم في كل الظروف المناخية باستخدام العلم بمعنى أنني يبقى عندي عنابر موجودة بتوفر كل الأساليب المعيشة للدواجن وتحافظ عليها من دخول أي أمراض وباقي هو ده تربية أو صناعة الدواجن في الصحراء المصري والنهاردة إن شاء الله هوري لحضراتكم هذا النموذج كنا بنتكلم دايما على الأبل سفينة الصحراء ربنا سبحانه وتعالى أبدع في جمال الأبل النهاردة هشوف معاكم نموذج مهم جدا في شلاتين لتربية الأبل وألبانها وجودة هذه الألبان كيف يتم التربية وتوفير هذه القطعان لخدمة الأهالي وتكون مصدر رزق أيضا هتفرج حضراتكم على صناعات مهمة جدا ومكان تعبئة وتغليف في قلب الصحراء المصرية في شلاتين ده كله بيتم من خلال وزارة الزراعة من خلال جهاز مشروعات التنمية اللي بيستهدف فعلا المناطق الفقيرة والمناطق الحدودية والمواطن في هذه الأماكن من أجل توفير حياة كريمة من أجل خلق فرص عمل من أجل التوسع في الصروات واستفادة القصوى من الصروات الطبيعية في هذه الأماكن برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من بردامج الصرع الحيوانية بسم الله الرحمن الرحيم أي تنمية لازم يكون عليها أو بتبنى على أسس علمية ما نفعش إن إحنا نقول هنشتغل حتى لو إحنا عندنا طموح وعندنا مهارة وكفاءات لا في نفس الوقت لازم يكون عندك تخطيط واستخدام العلم وماشى على أسليم لما كنت موجود في شلاتين أنا آآ شاهدت صحراء مصر بطبيعتها القصية درجات الحرارة المتبينة جودة المياه اللي بتتمايز بارتفاع ملوحتها طبيعة الأراضي الرملية وبعض الأماكن الرملية ناعمة بدرجة كبيرة جدا مياه قبار تكلف مبالغ ضخمة عشان يتم إنشاءها مصادر الطاقة كهرباء مش موجودة الدولة شغالة جاهدة إن هي تلحق اللي فاتنا من سنين طويلة جهاز مشارات التنمية الشاملة تابعة لوزارة الزراعة بيشتغل بأسس علمية وده لاحظته من بداية دخولنا لهذه الأماكن أول حاجة مصادر الطاقة الناس دي هتشتغل إزاي يبقى لازم يكون فيه طاقة شمسية هيا متوفرة وموجودة عندنا لكن إحنا كمصريين ما بنستفيدش بيها إلا تحت الظروف القاسية إن إحنا بنقول إحنا ما عندناش بديل في يلا نعمل طاقة شمسية لكن أنا أول ملافة انتباهي الطاقة الشمسية ابتدت أتكلم إحنا جايين النهاردة عشان نشوف سروة حيوانية في الصحراء طب هي هتتحمل إحنا بننشئ مشاريع للسروة الحيوانية في الظروف قاسية جدا هنوفر لها زي مناغ هنوفر لها زي مياه جودتها تتناسب مع هزي الحيوانات خصوصاً زي كنت بتكلم على مياه الشرب الغريب لما وقفنا مع الأهالي ودي كانت لأول مرة بتحصل في مكان ظروفه صعبة حسناً الناس حسة أو عارفة إن المشروع ده بتاعها الناس دي بتتكلم على إن الدولة النهاردة موجودة معنا وبنشوف مشاريع لم يسبق أن يتم تنفيذها في هذه الأماكن أو ممتدش يد العون لهؤلاء المواطنين بهذه الصورة فالمواطن كان سعيد جداً وكان هو نوع من أنواع النجاح أنا شايف إن النجاح مع التنمية البشرية هو من أهم درجات النجاح اللي تقدر الدولة تنفذها في هذه الأماكن ملفات كتيرة جداً حطرق الفرصة لضيفي العزيز الدكتور علي حزين رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة برحب بحضرك في الله أنا وسهلاً بحضرت أجل جهاز التنمية الشاملة في ناس كتير قوي تستغرب لهذا الاسم وممكن يعني يعتقدوا إنه هو بعيد عن وزارة الزراعة أو جهة مستقلة دور هذا الجهاز طبيعة عمله تمويله الخدمات اللي أنتوا بتستهدفه وتقدموه طبعاً بسم الله الرحمن الرحيم أنا بشكر حرارتك أستاذ سامع على الأستضافة الكريمة وبشكر كل أسرة قرارة مصر الزراعية هو زي ما حدك أثرت نقطة موضوع الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة ده أحد الأجهزة التابعة لوزارة الزراعة والسلاح الأراضي ومنوت به إحداث تنمية شاملة ومتكاملة حقيقية في المناطق الفقيرة والمهمشة وخاصة المناطق الحددية الجهاز كان ليه كذا مسامة قبل كده يعرف باسم مشروعات الرعون الغذائي أو مشروعات برنامج الغذائي العالمي لكن منذ عام 2012 تم تغيير مسامة الجهاز ليصبح الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة وده صادر بشأنه قرار وزاري بتغيير المسامة وتم هيكلة الجهاز لإدارات مركزية رئيسية في مطروح والبحر الأحمر وأسوان وتم اعتماد الهيكل التنظيم وحالياً موجود في التنظيمة الإدارة الجهاز مركزة الجهاز التنفيذي المشروعات التنمية الشاملة لدينا حالياً 6 مشروعات في كافة مناطق الجمهورية عندنا مشروع يعتبر الأكبر المشروعات في أسوان وهو مشروع خلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة حول بحير السد العالي وده مشروع من أقدم وأكبر المشروعات فيه الجهاز ونتج عند الجهاز إنشاء أربع كرة هي قرية كلابشة جديدة وقرية بشار الخير وقرية تمسو عافية وتوسع التمسو عافية هذه الكرة عبارة عن مساكن بنيت للمنتفعين على مساحة كل المسكن على مساحة 220 متر وكل منتفع يتمتع بمساحة من الأرض تتراوح ما بين 3.5 إلى 5 فدان طبقاً للأراضي الزراعية الموجودة في زمام هذه الكرة هذه الكرة تتمتع بكافة وسائل الحياة من مدارس وحداث صحية وحدات اجتماعية نوادي اجتماعية محلات تجارية شبكات كهرباء شبكات مياه طرق وكافة المقاومات اللازمة للحياة أخيراً يمكن في شهر 12 بدأنا توجه جديد زي ما حاليا قلت إن احنا نستفيد من الطاقة الشمسية وكان معالي السيد الأستاذ الدكتور عايزة دينا بسيدة وزير الزراع ومعالي نائب وزير الزراع الأستاذ الدكتور المونة محرز ومحافظ أسوان كمنا بافتتاح أول محطة للطاقة الشمسية لإنارة كارة كلبشة الجديدة وإن شاء الله هيتم إنشاء باقي المحطات في قرية بشار الخير وقريتي تماس وعافية واسعتها المحطة عبارة على 125 كيلو واط وهي تستخدم لإنارة الكرة بدل من استخدام المؤلدات الطاقة الشمسية على فكرة مهمة جدا إن أنت بتكلم في أماكن هي غنية بالطاقة الشمسية لكن علشان تنفذها بتحتاج ميزانية ضخمة دي بيتم معاونة الجهاز من جهات أخرى زي مثلا المحافظة اللي هيتم تنفيذ المشروع فيها ولا أنتم بتحملوها بالكامل داخل مصاريف المشروع أو ميزانية المشروع إحنا المشروعات إحنا الحمد لله رب العالمين ومن خلال برنامج أحضر لك بج الشوخ للوزارة التخطيط ووزارة المالية إحنا مشروعات الجهاز الرئيسية اللي هي مشروع أسوان ومشروع البحر الأحمر ومشروع متروح تم إدراجهم في الموازنة العامة للدولة وتم تزبيت جميع العاملين على درجات ثابتة وتم تركياتهم طبق الأقدمياتهم وبالتالي أصبحت هذه المشروعات وهي أصبح الجهاز وحدة إدارية له ميزانياته من الخزانة المصرية لينا في الموازنة الموازنة العامة للدولة في مشروع أسوان عندنا موازنة العامة للدولة اللي بتأتي من وزارة المالية الباب الأول والثاني والرابع والخامس الباب السادس الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة بتأتي عن طريق وزارة التخطيط وكذلك مشروع الخطة المتكملة لتنمية حناب وشلاتين إذن جميع المبالغ أو جميع التمولات بدون أي مساهمة من أي جهة أجنبية أو أي جهة مصرية أخرى كله بيأتي عن طريق وزارة الزراعة ووزارة المالية ووزارة التخطيط جميل جدا المشروع الثاني اللي احنا بنشغل فيه اللي هو مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات الهشقة في المطروح وده بنعمل في 12 تجمع في التجمعات البدوية الموجودة في منطقة براني والسلوم في منطقة باكبك وابزريبة والرابع الوسطى والرابع الشرقية والرابع الغربية وأجرين وبصفافي وغيرها من التجمعات البدوية وده احنا بدأنا في هذه التجمعات بإنشاء مراكز خدمية لأن هذه التجمعات كانت تفتقد لمعظم مكومات الحياة من مدارس فصول محوهمية وحضات صحية وحضات بيطرية مراكز لتدريب المرأة فإنشاءنا 12 مركز خدمي بيضموا 30 واحدة خدمية تم إنشاء فصول للتعليم الابتدائي تم إنشاء فصول تعليم إعدادي تم إنشاء فصول محوهمية للرجال والسيدات تم عمل أربع وحدات صحية وأربع وحدات بيطرية وأربع مراكز لتدمية المرأة وده كانت البداية إن احنا يكون فيه أصول ثابتة في هذه الأماكن تؤدي الخدمة بعد كده تم عمل عملية تدمية بأنشطة حصاد الميت المطر استصلاحنا حوالي 10 كيلو وديان في واضي حمد 6 كيلو وفي واضي أبو صفافي أحوالي 4 كيلو نتج عنهم استصلاح حوالي 500 فدان بيستفيد منها حوالي 300 أسرة عملية الاستصلاح بيتم عن طريق إنشاء السدود الحجرية أو الترابية أو السدود الأسمنتية بيتم خلال هذه زراعة بعض المحاصيل على مية المطر مثل البطيخ البعلي والشعير والزيتون والعنب والتين كذلك تم عمل كوافل بيطرية للتحصين للسرارة الحيوانية وخاصة من السلالة البرئي اللي موجودة في هذه الأماكن ضد الحمى القلعية وضد جدر الأغنام وضد المكترات التعون المكترات الصغيرة يكفي أن أقول حضرتك إن احنا وصلنا هذا العام إلى ما يقرب 150 ألف جرعة تحصين وعلاج للسرارة الحيوانية فيها خلال سنتين منهم 60 ألف خلال فترة من 1-7-2018 إلى 1-3-2-2018 خلال هذا الشهر شهر فبراير بدأنا مع الحاملة القومية للتحصين ضد الحمى القلعية برضو تحصين حوالي 20 ألف راس في هذه الأماكن وده للحفاظ على السرارة البرئ وتنميتها في هذه الأماكن لأن معظم المنتفعين اللي لديهم هذه الحيوانات غير قادرين على دفع هذه الأمثار لذلك بيكون الجهاز بالتنصيق مع مدرية الطب البطري في مطروح وعمل هذه الكوافل ودفع هذه اللقاحات وشراء هذه اللقاحات وتلقيح الحيوانات بالمجان لهؤلاء المربين كذلك عملنا قوافل بشرية بالتعاون مع مدرية الصحة ومع المركز القامل للبحوث الشعب الطبية وتم علاج أكتر من 8000 حالة وتم صرف العلاج اللي لازم لها تم صرف حوالي 78 طن شعير في موسم في الموسم الشتاء للمزارعين بالمجان تم توزيع حوالي 125 ألف شتلة زتون من خلال هذا المشروع بالإضافة لكميات كبيرة من المعونة لكل المشتركين في عنشطة المشروع دكتور علي حضرك عملتني نوع من الارتباك الإيجابي صراحة لأن لما بنيجي نتكلم عن التنميس الشاملة كنت دايما بدور يعني ما عن التنميس الشاملة فالنهاردة حضرك بتكلمني على العوامل البشرية محوى أمية حرف يدوية مدارس تعليم صحة بتكلمني على صروة حيوانية تتنسب مع طبيعة المكان ومع ميول المربي نفسه لأن احنا عارفين الطبيعة البدوية بتفضل الأغنام بتفضل الماشية بتفضل القبل فانت حتى لما تيجي تعمل تنمية بتشوف المجتمع ده وبتدرسه ايه احتياجاته ايه أنسب الخدمات اللي أنا وفرها له فبتبتدي يتنفزها عشان تستمر معاك واحرك كلام حرك مظبوط احنا بالنمية تبقى للموارد الطبيعية اللي موجودة في كل منطقة عشان كده احنا لو عندنا ستة مشروعات ليس بينهم تشابه على الاطلاق كل منطقة بتتناسب مع ظروفة المناخية والبيئية ومواردها الطبيعية فمسلا في أسوان الوجود بحيرة ناصر وتوفر الميا فاحنا بنستخدم الأعراض السبتة ونظم الرأي السبتة سواء كانت رش أو تنقيطة الجموس لكن في مطروح بنستخدم على أنشطة حصاد مية المطر يعني عملية استصلاح الوديان زي ودي حمد ودب صفافي وحفر أبار لمياه الشرب وتطيير الأبار الروماني احنا في خطة حلية لتطيير ميت بالروماني بالاشتراك مع مركز التنمية المستدامة مركز بحو الصحراء كله ده بيعتمد على الموارد الطبيعية للمكان وهو المطر كل الأنشطة زراعة الزتون بيعتمد على المطر الشعير بيعتمد على المطر سلالة الأغنام البرئي والحفاظ عليها ده برضو مرتبطة بهذه المنطقة بين الحدود المصرية والليبية ولذلك هناك بعض كانت الأمراض المتقطنة مثل تعون المكترات الصغيرة وتم القضاء عليه بالاشتراك مع مدريط الطب طب أنا عايزة استوقف هنا البرئي من السلالات اللي بيسأل عليها المربي هنا في الدلتة ودايما بيقول احنا مش لقينها ونجيب الواع دي منين وفعلا فيها نظرة ما اشتغلتوش على انتو تساعدوا الناس دي مثلا في تلقاح الصناعي في زيادة الأعداد بحيث ان هم حتى يقدروا يسوقوها هو حررتك هناك بعض المشروعات العاملة في هذا المجال زي مثلا مركز التنمير المستدامة من التابع لمركز بحوظ الصحراء في محطة داخل المركز لإكسار السلالة البرق والحفاظ عليها باستخدام التلقاح الصناعي بانتخاب الكباش وغيرها انا بقصد عند الاهالي انا عارف دول الدولة انا دلوقتي عند الاهالي بيستخدموا التلقاح الصناعي للإكسار وكده ايه انا بحافظ عليها بطريقة تانية عن طريقة تحسين والتلقيح وضد الأمراض ان لما حفظها ضد الأمراض يبقى هاخد كابش او حليات بصحة جيدة وبالتالي حتى تناسل وهي بفاية انتجية وهي بفاية انتجية بالاضافة ان انا بشجع المربي على تجنب الخسائر لان لو فيه مثلا لقدر الله اي وباء انتشر بيكبد المربيين خسائر كبيرة وبالتالي بيعزف عن التربية انت بتتواصل ازاي مع الاهالي هناك احنا التواصل كله بيتم عن طريق الاشتراك مع الاجهات التنفيذية العاملة داخل الاماكن وعن طريق مجتمعات المجتمع المدني زي مثلا جمعية تنمية المجتمع زي مثلا مدرية الزراعة ومدرية الادرات الزراعية والادرات البيترية ببراني وبالسلوم عن طريق مركز التنمية المستدامة ووحدات الدعم الفني التابع عليه في هذه الاماكن عن طريق مشايخ وعواقل القبائل لان نقطة الدخول او بداية الدخول لهذه الاماكن لابد ان احنا بنعقد اجتماعات مع الشيوخ لعا القبائل وعواقلها لشرح خطط العمل وقد نعدل عليها بناء على وجهة نظرهم لان احنا بعض الانشطة قد تكون موضوعة ولكنها لا تتناسب مع الاماكن او مع العادات والتقاليد وبيتم تصحيحها او ارجحها للوضع اللي هما العواقل او مشايخ بيطلبوا يعني فالتواصل مستمر على درجات مختلفة جهة التنفيذية تعالي حميلة انت بتتكلم في نقطة خطيرة جدا لان من ضمن اهدافكم عشان تدخل مجتمع المرأة ما كانش يعني محل اهتمام او لها دور في العملية الانتاجية وتبتدي تتواصل معهم وتقول لهم انا هعلمهم حرف طب انا هعمل عملية محو امية طب دي المرأة عندكو هتبقى مسؤولة عن مشروع علشان ده يتم بيحتاج نوع من التواصل الدقيق هو طبعا الكلام حدرك صحف مية في المية بس انا يعني بحبة طبعا حدرتك ان هذه المجتمعات لم تصبح انها مغلقة كما يخيل للبعض هذه المجتمعات نتيجة المشروعات التنمية المتتالية ونتيجة معرفة الاهال اللي بفؤيد هذه المشروعات اصبح فيه تجاوب وخاصة اذا التزمنا ما هو مناسب لعادات ومتقليدهم فمسلا بالنسبة للسيدات سواء كان في القوافل البشرية او في دورات التدريب الحرفي او في المشروعات بيتم عن طريق السيدات وليس عن طريق الرجال فده بيبقى فيه سهولة كبيرة فاحنا عندنا برضو بعض السيدات المدربات على التعامل مع السيدات البدويات وبمناسبة المشروعات الصغيرة احنا انشأنا حوالي 250 برج حمام كمصدر دخل الهوالي السيدات واحنا لقينا ان ده اسلم مشروع تقدر تديره المرأة البدوية هي في بيتها 250 برج حمام يعني ايه ايه اللي انت هتوفرهولي كمواطن هناك انا بدي السيدة طبقا للشروط وضوابط معينة بقبني لها برج حمام هذا البرج يكفي لتربية 500 جز حمام بديها مجموعة من الحمام او العلف طبقا للمتاح من المالية بتاعت هذه السيدة بتقدر بعد كده عن طريق التربية بتبيع منه بما يدخل عليها دخل تراوح ما بين 800 ل 1200 جنيه واصبحت هذه البقعة اللي هي تجمعات اللي هي في بران المطروح معروفة بتربية الحمام واصبح التجار بيذهبوا اليهم بسيارات للحصول على انتاجهم لانهم ما بيبقوا بسعر يعني بسيط بالنسبة للاسعار اللي هي في السوق فالتجار اصبح بيروحوا لهم هناك ياخدوا منهم الناتج بتاع الحمام ويعرضوه في الاسواق فالسيدة اصبحت بتدير مشروع حاب بيتها عملية التسوير ما بيجيتش تنزل للسوق بيتاجر بيجي لها لحد عندها لوجود عدد كبير من الابراج وبالتالي التاجر بينزل يلاقي العدد اللي مطلوب لما كانهم فين في التجمعات البدوية في المنطقة ما بين براني والسلوم جميل جدا فعلا يعني 250 برج حمام برج يسع ل500 500 جوز حمام 500 جوز يعني 1000 فرد 1000 فرد طيب يعني انت بتتكلم في سروة فعلا في رقم في رقم احنا خصوصا ان الحمام معدل النمو بتاعه سريع دولة بتاعته سريعة ممكن يدي من 4 ل 6 مرات في السنة يعني هلو حدثك على حاجة احنا مشروع الحمام ده احنا اول جهة في العالم تستخدم برج حمام كمشروع مدر للدخل للسيدات كان هناك مشروعات مثلا دواجن مشروعات تربية اغنام ومفر لبطارية لكن انت خدت من البيئة نفسها خدنا اه ونفست لأولا برج الحمام سهل الرعاية ومش مطلوب ليه رعاية مكسافة لاني طيور الحمام حتى لو انت ما فيش ماء داخل برج بتطلع الحمام بتروح تشرب وتيجي بتروح تأكل وتيجي ففيه نوع من انواع المرونة في التربية محكاة للطبيعة نفسها محكاة للطبيعة طيب انا فيه بقى موضوع خايف الوقت يجري وهو موضوع مهم وموضوع ان النهاردة عن شلاتين اه موضوع شلاتين لان انا فجأت ان انا داخل بتكلم على استزراع سمكي في عمق الصحراء بعد رحلة طويلة وشقة انا داخل بشوف مزرعة سمك بعد طول الصفر انا بتفرج على دواجن بتفرج على اه الابل اللي هي سفينة الصحراء موجودة لكن بتتعامل بطريقة مختلفة وطريقة الحل بنفسها مختلفة والتغذية والرعاية ونوعية الاغنام دي او الابل نفسها اه يعني منطقاء صلالات منطقاء كلمني عن شلاتين بالنسبة للصرع الحيوانية في الاول طيب انا استاذ حضرتك بس في عجالة هذكر اللي بقى المشروعات حشان الزمل اللي بقين اللي بيعمل اللي بيعمل يعني احنا قلنا مشروع اسوان ومطروح عندنا مشروع التغيرات المناخية وده بيعمل في خمس محافظات في اسوهاج وإنة والوصور واسوان عندنا مشروع المرأة وكان انتهى لما فيه العامل ببداية هذا العام وكان بيعمل في اسوهاج والاسوان والفيوم عندنا مشروع البحر الأحمر وده بيعمل في جنوب البحر الأحمر وعندنا خطة العجلة لتنمية حلاب وشلاتين لحضراتك هنتكلم عنه بالتفصيل موضوع الشلاتين هو ناتج للخطة العجلة لتنمية حلاب وشلاتين الدولة في نهاية 2013 اطلقت خطة عجلة لتنمية حلاب وشلاتين في كافة الأسعاد كان منها مكون زراعي واسندة تنفيذه لوزارة الزراعة ووزارة الزراعة اسندت هذا التنفيذ لجهاز التنفيذ لمشروع التنمية الشل تم إنشاء عدد كبير من الأنشطة في ذلك الوقت في أودية بوسعفة والديف والشلاتين وحلاب وبرامد وغيرها بدنا من حوالي سنة ونص أو سنتين نحن نعمل نموذج للزراعات المتكاملة في واضي حوضين أي واضي حوضين هو أحد الأودية الصحراوية اللي ابتبط عن مدينة الشلاتين بحوالي 32 كيلو وهو وادي منبسط ما بين الجبال يتميز بأنه الطربة بتاعته طارو طربة جيدة لكنها بين نسبة أملاع عالية المية لما حفر أول أبار كانت نسبة الملاحب تتراح ما بين 7000 لـ 8000 بي بي أم عقب حفر الأبار توقف العمل في هذا الوادي لكن بوضع بعض الخطط التنموية والإصرار على عمل نموذج نقدر من خلاله نستفيد من المية الملحة في عمل تنمية حققية وشاملة في هذه المنطقة تم الوصول إلى عمل تنمية حققية ونموذج يمكن تكراره أو توصف فيه نحن عندنا أبار مية ملحة المية بتتراح ملحة ما بين 7000 لـ 8000 بنستخدم المية وهي طالعة من الأبار في زراعة بعض النباتات الرعوية المتحملة للملوحة زي الأطف والأكاسيا والبنكم وده بنستخدمها في تغذية القبل والمعز الموجود في المنطقة بعد كده أنشأنا محطة للتحلية بتطلع علينا نوعين من المية مية حلوة بتتراح من الحطة ما بين الميتين وربعمية وده بتستخدم فيه الزراعات سواء كانت الصوب العادية أو زراعات الصوب الهيدروبونيك أو فيه زراعة الأمحة والشعير والمورينجة وغيرها برضو أسنان استخدام هذه المية كان فيه نوع من أنواع استخدام التكنولوجيا أو التخطيط للطرق المستخدمة لخفض كمية المية المستخدمة في الزراعة والتعظيم للاستفادها من واحدة المية فمسلا عندنا زراعات الصوب الهيدروبونيك ودي بتستهلك حوالي واحد على عشرة من استهلاك الصوب العادية زراعة الصوب الهيدروبونيك دي موفرة جدا للمية وبتدي ذات الانتاج للصوب العادية وقد يكون أعلى بجانب التحق هكلم عن الصوب وهكلم عن طريقة الرأي كمان لأن انت عندك طريقة مهمة جدا بس زي حضرتك تقدم على أن أنا يبقى عندي أحواض استزراع سمكي في عمق الصحراء أولا هوفر مياه تتناسب إزاي مع الأسماك على أي أساس هيتم اختيار هذه الأصناف من الأسماك تسويقها الرعاية توفير الأعلاف عندك كم حوض سمكينك بالنسبة للصوب زراع هو بالنسبة للصوب زراع السمك احنا محط تحليز محط تحليز محط تحليز متطلع عن معين من الماء الماء المحلاء وماء شديدة الملوحة نتيجة عملية تحليز ودي بتتراح من حيط مبني 12 لـ 13 ألف بي بي أم تمان لو احنا تخلصنا ورمينا هذه المية هيبقى لها أثر بيئة سيئة جدا على التربة وعلى الوادي كل فقررنا ان احنا نستخدم ونستغل هذه المياه الملحة في تربية الأسماك وبالتالي بنعظم الاستفادة من وحدة المية وبنعظم الاستفادة من الكميات المية الملحة أي فأنشأنا مجرعة سمكية الملوحة بتاعة المياه المستخدمة حوالي 13 ألف بي بي أم على مساحة فدان وروبو بتتكون من 6 أحواض 4 أحواض دائرية وحوضين مستطيل وحوض للتغزيع وحوض للصرف المزرعة الانتاج بتاعها إن شاء الله هي تراوح ما بين 25 إلى 30 طن كل دورة نوعية الأسماك المستخدمة هي البلت الأحمر والأروس والبوري وهي كلها من الأسماك زي المياه الملحة والزريعة كانت ناجبناها عن طريق المفرخ البحري بالأسكندرية وهي زريعة مرباء على المياه الملحة وبالتالي ما كانش فيه أي مشكلة إنها تنمو في المياه الملحة فعلاً انتوا جايبينها من المفرخ اللي في كيلو 21 دكتور محمد العربي دكتور محمد العربي هو بنشكر على المجهود اللي بيقوم بيه بنشكره هو ستشاري السروة السماكية لأن إحنا برضو إحدى النواط الفنية اللي إحنا بنعملها إن إحنا بنختار الخبرى المحنكين في كل في مجاله فمثلاً في المزارع السماكية إحنا الدكتور محمد العربي هو استشاري جهاز للسروة السماكية بالنسبة للأبار عندنا الدكتور يحي رئيس قسم الهيدرو فيزيكس في مركز بحوظ صحراء هو المستشاري المياه الجوفية والأبار عندنا الدكتور عادل استشاري دكتور عادل سلام استشاري الدواجن وبالتالي إحنا بنلجأ للمتخصصين للتكامل معهم في النقاط المختلفة سواء كانت إبل سواء كانت دواجن صاروها سماكية مياه جوفية وبالتالي عندنا خبرة مسؤولين كل منهم مسؤول على النقطة البحثية أو النقطة العلمية اللي هو متخصص فيها مين اللي هيستفيد من الأحواض السماكية دي بعد كده لعند ده مشروع أنت هتسلمه للدولة أو الدولة هيتبقى تبع ولاية المحافظة إحنا المشروع بالكامل اللي هو مشروع الودي حواضين المحافظة أنشأت فيه عدد من المساكن وهتنشف فيه مركز خدمي وفصل محو أمية ووحدة صحية لعشان النموذج يتكامل النموذج عشان يتكامل هبقى عندنا نموذج ساكني عندنا نموذج زراعي عندنا انتاج حيواني عندنا انتاج داجيني عندنا انتاج ألبان عندنا تكفيف النباتات طبية وتعبية نباتات طبية وعطرية عندنا تصنيع مخلفات النباتية سواء كانت نباتات مورينجة أو النباتات المحاصيل الأخرى لانتاج العلاف الهدف ان نعمل نموذج متكامل للتنمية احنا هنبقى مسؤولين عن إدارته مع الأهالي اللي هم يبقى موجودين لأن الأهالي دول هيشتغلوا أو هم العاملين حاليا عندك عاملين من الأهالي من أبناء الشلاتين وما دي جميلة دي فرص عمل فرص عمل وبعدين المسياد المحافظ وعد ان العاملين اللي هم أبناء الشلاتين اللي بيعملوا في هذا المشروع هم اللي هيستفيدوا بالمساكن وبالتالي بحنا كده وفرنا فرصة عمل وفرنا فرصة مسكن يعني عملنا عملية نوع من أنواع التنمية المستدامة المتكاملة لهؤلاء العاملين طيب وإحنا بنتكلم أنا دايماً بقولي الأهالي الأهالي وحضرتك بتأكد على كلامي طبيعة المواطن بيقول على الحوم الحمراء فالنهاردة أنت بتوفر أسماك هتسوقها إزاي أولاً الأسماك إحنا عندنا مقنوعين من التسويق إحنا عندنا أولاً فيه منفذ إحنا بنسوق من خلاله الأهالي الشلاتين وده بنسوق لهم كل كميات الخضار إحنا يعني ما شاء الله خلال الساتين خلالين غطينا منطقة الشلاتين في الاستفادة من الخضروات سواء كانت طماطم كوسة بدنجان في الخيار بالإضافة أننا بنزل كمان سياد المحافظ بيبعتلينا كل أسبوع عربية بتاخد حوالي ثلاثة أربعة طن من الخضار وتسواءه في منفذ في الغرداء فما يتم بالنسبة للخضروات هيتم بالنسبة لأسماك وبالنسبة للسرواة الداجينة وبالنسبة للبيض لأننا متوقع إن شاء الله أننا العمبر للدجاج البيض هيوصل لإنتاجنا حوالي نصف مليون بيضة على الأقل في السنة وعشان كده إحنا عملنا يعني خدنا خصصنا قطعة أرض سيد المحافظ خصصتنا قطعة أرض للعمل منفذ داين للمبيعات بتاعة الإجاز في مدينة الشلاتين وما يزيد عن حاجة الشلاتين حينزل في مدينة الغرداء للتسويق نميل جدا الأعلاف علشان أوفر أعلاف لهذه المزارع السماكية محتاج نقل ومحتاج تكلفة هل إحنا هنعتمد على الأعلاف المصنعة ولا هيبقى فيه بدائل الأعلاف هيبقى فيه تغذية طبيعية هو إحنا بنشتغف الأعلاف على تلت مراحل أولا إحنا زي ما قلت حرك الماء المال هستخدمناها في زراعة الأطف والأكاسيا والبينكام ودي من المحاصيل الخضراء اللي بستخدم فيه تغذية القبل والمعز تمام عندنا برضو مساحة مزروعة بين نبات المورينجة ونبات المورينجة إحنا بنستغل الورق بتاعه بنجففه عندنا مجفف شمسي أنشئ وبيتم التكفيف فيه نباتات الطبيعية العطرية ومنها المورينجة وعدتم تعبئاتها سواء كان فيه شاي المورينجة أو في عبوات الكياس مخلفات نبات المورينجة ودي من المعروف علميا العدان وثيقان نبات المورينجة غني جدا بالبروتين وبيزود انتاجية اللبن بحوالي 30% وبيزود انتاجية اللحم حوالي 22% فإحنا عندنا وحدة تصنيع مخلفات عدد تصنيع مخلفات النباتية لعلاف وبندخل فيها بمتبقيات المورينجة ومتبقيات المحصيل الزراعية وبيتم تغزية القبل عليها والمعز أما بالنسبة للدواجن وبالنسبة للثارة السماكية فإحنا حالهم بالغزة بعلاف لكن فيه مشروع قائم بالتعاون مع أحد السادة الباحثين إن احنا نكون نعمل إكثار للأزهولة وده أحد النباتات السرخصية وده بنسبة البروتين فيه في الجاف بتاعه بيصل لـ 30-50% وهو يستخدم فيه تغزية الحيوانات سواء كانت الحيوانات الكبيرة أو في تغزية الدواجن زي الدجاج البيض والدجاج التسمين أو في تغزية الأسماك وده حيوبة هو هذا النبات أو هذا النبات السرخصية ده بيحتاج لدرجات حرارة عالية وبيزداد نموه وبيعطي كتلة حيوية كبيرة كلما يزاد الدرجة الحرارة وده بيتوفر في مدينة الشلاتين أو في ودي حضين بالتحديد فإحنا الخطوة جاية إن شاء الله إن إحنا هتوبة تغزية من خلال هذا النبات وهيوفر كمية كبيرة من العلاف وهيدي نسبة عالية من البروتين لأن البروتين في الجواز الجاف ليه حوالي 30-50% وما بيحتاج إلا حوض به كمية من الميا والخميرة أو اللقاح بتاع هذا النبات فده إن شاء الله الخطوة جاية وحيبها التغزية تعتمد بشكل أساسي في السروة السماكية أو في السروة الداجينة عليها إن شاء الله قبل ما أنتقل الملف تاني الأسماك والمياه داخل هذه الأحواض هي تعتبر مخصبات زراعية أو مواد خلاص مغزية للتربة هل إحنا فكرنا إن إحنا ناخد المياه ناتجة من هذه الأحواض نبتدي نسمت بيها الأراضي الزراعية اللي إحنا بنزرحها هو حضرتك إحنا قلنا إن الماء الملحة المستخدم في الأسماك حوالي 13 ألف بي بي ام أي لذلك إحنا ما ننفعش نستخدمها في الأراضي المزروعة بمحاصيل عالمية عزبة لكن إحنا عملنا بروتوكول تعاون مع مركز زراعة الملحية الدول ده المركز دولة زراعة الملحية في دبي ونتج عن هذا التعاون إن إحنا حصلنا على بزور نبات السليكورنيا هو نبات بيتحمل ملوحة لدرجة ملوحة البحر وهو بيستخدم كمحصول علاف أو بيستخدم كمحصول يضاف للسلطة الخضرة في بعض الفلادك ولمطعم كذلك حصلنا على بعض أصناف من الشعير وده منتهى الأهمية المتحملة للملوحة قد تصل إلى 12 إلى 13 ألف بي بي ام وتم زرعتها بالفعل ونسبة الإنباد بالنسبة للشعير ما شاء الله يعني وصلت لأكتر من 90% وده يبقى مبشر وشيء رائع جدا يبقى عندنا نبات شعير يتحمل هذه الملوحة ويمكن ده أول مرة في مصر وبيتم في جهة غير إحنا مش جهة بحثية إحنا جهة تنموية تنفيذية لكن إحنا كلنا الشرف إن إحنا بدين هذه الخطوة وعندنا أربع أصناف بعتونا المركز دولة زراعات الملحية بعتونا أربع أصناف تم تجربتهم وجاري حاليا رصد النتاج الخاصة بهم إيه موضوع الدواجن يا دكتور علي هو الدواجن ينفع إن إحنا في مكان زي ده صعب جدا وظروف ملاخية وتحديات كتيرة أو إن إحنا إبقى عندنا عنابر دواجن وكمان بالفقر إن إحنا توسع فيها وبعدين دي بياضة ولا للتسمين أنا فجأت إن إحنا عندنا دواجن في عمق الصحراء بهذه يعني التقنية هو حضرتك إحنا زي أقولت الحركة الهدف إن إحنا نقدم نموذج متكامل بكافة الأنشطة الزراعية وكل الأنشطة تخدم على بعضها كان من ضمن الحاجات المهمة جدا لازم يكون عندنا النشاط ده جيني داخل هذا النموذج عشان كده إحنا عملنا عدة حاجات لنتغلب على المشاكل اللي موجودة مثل تدفع درجة الحرارة الرياح المحملة بالأترابة أولا بالنسبة للتصميم نفسه بتاع المباني كان مختلف على العنابر العادية لأننا استخدمنا الساندويتش بانل في عملية وضع في الأسكف استخدمنا الطوب المفرغ الكبير وده عرضه بس الاربعين سنطي مفرغ بالكامل وده بيخلي درجات الحرارة وتنخفض بشكل كبير جدا داخل العنابر لكن إحنا عندنا ميزة نسبية إن إحنا أثناء الشتاء ما بنحتاجش لعملية تدفئة عالية أو كبيرة بالنسبة كالمناطق التانية لأن الشتاء بتاع الشلاتين يتميز بأنه شتاء دافئ لدينا ميزة تانية اللي هي الأمان الحاوي وعدم موجود أمراض متوطنة داخل هذه الصحراء وداخل هذه الوديان يعني إحنا يعتبر زيرو أي عدوة زيرو انفكشن في هذه الأماكن وعندنا نتمتع بأمان حاوي كبير ضد الأمراض المتوطنة بتاعة الدواجد بالإضافة بالنسبة للدجاج البيض إحنا جبنا سلالات محلية اللي هي الفيومي أو البيجاوي بالإضافة الادهندروي ودي من الأصناف المتحملة لدرجات الحرارة وعالية إنتاج البيض فعشان كده دي الأصناف دي متحملة وهتتحمل درجات الحرارة الموجودة في الشلاتين بالنسبة للتسمين جبنا بعض سلالات سريعة النمو وبتدي وزن كبير على أساس إن احنا نأثر في دورات عملية التسمين فكل المعوقات اللي كانت بتقابلنا كنا بنحط لها حلول علمية عشان نتغلب عليها ولكن أنا بقول حضرتك إن النتائج الأولية مبشرة بالنسبة للمنطقة هناك إحنا كان اللي يخوفنا أكتر وجود بعض الأمراض المتوطنة للدواجن ده كان يخوفنا بشكل كبير لكن موضوع درجات الحرارة موضوع الرياح أو الاتريبو ده تم التغلب عليها في تصميمات البناء وعملية التشهيد للعنابر العنابر كم عمبر عنده الساعة بتاعته وديه إحنا عندنا دلوقتي إحنا بدينا أول حاجة عندنا عمبر للدجاج التسمين وعمبر للبياض ده الساعة بتاعته لكل عمبر 2400 طائر عندنا معمل تفريخ بيضم مكانتين لتفريخ البيض لتوفير الدجاج البياض للأهالي تبقى للطلب لأن إحنا عايزين نوفر هذه السلالات المحلية وننشرها بتتقوم من 9 أبراج بتشير حوالي 5500 جز حمام ده برضو القلعة اللي دي مبنية بالفخار والطين وبالتالي بتبقى درجات الحرارة فيها منخفضة بداخلها الحمام نفسه بيتحمل لأنواع الموجودة دي بتتحمل درجات الحرارة وبالتالي ما فيش مشكلة في إقامة هذه النشاط في هذه الأماكن جميل جدا مخلفات الدواج أنا برضو ممكن أستبقى أنا دايما بفكر في كل حرام دايرة مفهولة الدائرة كلها لابد أنها تكون في النهاية مفهولة فمخلفات الدواجن مخلفات الانتاج الحيواني سواء القبل أو الأغنام كلها معمولها مشروع للكمبوست حفرة كومبوست وهو بتتعمل الكمبوست للاستفادة منها في تخصيب الأراضي الزراعية يعني هو العملية متكاملة من أول المحاصيل يعني مثلا نبات زي من نبات المورينجة لو ورقة بتاعه بيتأخد بيتجفف ويتعبى فيه تي باجز أو في إكياس وبالتالي يسويك كمنتج رئيسي الحطب والعدام بيتم فرماها وتقديمها للإبل الإبل بتتاخد مخلفاتها وتتحط فيه في الكمبوست الكمبوست بيتتاخد يتحط في الأراضي الزراعية لتخصيب الأراضي الزراعية فهي دائرة مغلقة في كل نشاط السرواة السمكية الماء اللي دخلة منها بالنتجة من المحطة الحليقة بتخش على المزرعة السمكية المزرعة السمكية الماء اللي نطج منها بتخش في زراعة النباتات الملحية النباتات الملحية بتتاخد وتروح لسواء كانت الأغنام أو الإبل مخلفات الأغنام والإبل تخش الدائرة مغلقة في كل نشاط ليس هناك فاقد في هذا حفظتك عندك حلم أن أنت هتسمي المكان ده أو هتكتب عليه يافطة كبيرة قلت لي أن ده مكان خالي من استخدام المواد الكيميائية ده اللي احنا نفسنا أنهوصل ليه احنا عايزين نحط يافطة ممنوع دخول الكيمويات الأسميدة الكيموية ممنوع دخول الموبيدات ممنوع دخول العلاف المصنعة ده هتطلب مننا جهد وقت في الفترة اللي جاية لكن أنا واسك تماما إن شاء الله أن احنا هنقدر نقول أن هذا المكان مكان مطبق للزراعة العطوية بالكامل إن شاء الله إن شاء الله نحن عندنا في أسوان أكبر مركز للزراعات الحيوية بنية الكروت رايكو جراما أساد المن المفترسات كل الأعداء الحيوية وبالتالي هنستعين بهذه المنتجات في التغلب على الأفات اللي موجودة بالنسبة لموضوع العلاف زي ما قالت حضرتك بالاستخدام نباتات المورينجا والأزولة ومخلفات النباتية هنقدر نعمل تصنيع علاف للقبل والسمك والدواجن فبالتالي هنقدر نطبق نظام حاوي ونظام عضوي في المنتجات بتاعتنا إن شاء الله القبل أنا لاحظت حاجة الأصناف دي منتقها فعلا وحسيت أن أنتم حتى طريقة تأسيس الحزائر بتاعتها أو العنابر بتاعتها بتحاكي الطبيعة بحيث أن أنت تديها مساحة تتحرك مساحة النهاية تعيش الحياة الطبيعية بتاعتها كلمني عن العدد اللي موجود عندك وأنا عارف أن العدد بيبقى نموذك أنت عايز توفر توري للناس كيفية التعامل معه مشروع القبل أخبر ويه مشروع القبل خلينا أقول لحضرتك أن مشروع القبل هو مشروع بحسي ممول من أكاديمية البحث العلم وتكنولوجيا منفذ بواسطة شعبة الانتاج الحيواني بمركز بحوث صحراء بالتعاون مع وحدة الأعلاف في المركز القامل بحوث يعني ثلاث كينات علمية مشتركين في هذا العمل بالتعاون مع جهاز تنفيذ المشروع التنمية الشام أنا لما قابلت الزملاء ولقيتهم محتاجين مكان لعمل هذا المشروع أنا عرضت عليهم واضح حضين وعرضت عليهم بعض الإمكانيات اللوجستية زي الزراعة الماء الملحة الماء العزمة وغيره وبالتالي هم أقاموا هذا المشروع في هذا المكان المشروع اسمه الحاملة القومية لتحسين انتاجية القبل من الألبان واللحوم اللي بيعمل في المشروع مجموعة من السادس زملاء المتخصصين في زيادة الانتاجية وفي تصميم العلاف وفي تصميم المادة العلافية في عمليات التلقيح الصناعي وفي عملية الانتخاب والتربية فهم بيعملوا تحت نظامين أولاً تحسين العلاف عن طريقه بده تخل المورينجا يدخل بعض النباتات الأخرى كذلك في عملية الانتخاب والانتقاء وعملية التلقيح الصناعي للوصول إلى انتاجية عالية من الألبان واللحوم فهو مشروع متكامل أطرافه زي ما قالت الحركة كلمة البحث العلمي مركز بحوث الصحراء المركز قام البحوث وجهاز تنفيذ للمشروعات التنمية الشامع هو العدد اللي موجود حاليا 12 ناقة بالراضيع بتاعها أو بالصغير بتاعها وده اللي يعتبر الدفعة الأولى لزي ما قالت الحركة منطقة فهم بينزلوا ينطقوا أفضل ما موجود في الأسواق وطبعا هم كانوا برضو حرسوا أنهم ينطقوا من خلال الإبل اللي موجودة في منطقة الشلاتين عشان الإبل تكون مؤقلمة بيئيا على الظروف المناخية للمنطقة على الظروف العلافية والنباتات العلافية اللي موجودة في المنطقة ودي كانت نقطة كويسة جدا ما جابوش من خارج من منطقة الشلاتين وهم بدأوا في إجراء عملية تحسين العلاف وعملية الانتخاب والتربية وإستخدام التلقيح الصناعي في عملية تحسين ورس برضو إحنا كملنا النشاط بتاعهم وتعاقدنا على وحدة لباسترت وتعبية ألبان الإبل ودي هتبقى أول نموذج في حد ذاته موجود في مصر إن إحنا نباستر نعمل عملية باسترة لألبان الإبل وننزلها على نطاق تجار كبير ده حيبالور العمل بتاعهم برضو لبن الإبل حيبقى ليه كذا منتج يعني منتجات ألبان إبل ببعض الفواكه الصناعة الزبادي وباستراتها ووضعها برضو مع بعض الفواكه يعني هيبقى فيه كذا منتج لألبان الإبل من خلال أنا هتكلم عنها تاني بس أنا فوقت حاجة رعاية الإبل بتختلف عن أي ماشية أخر وحتى سلوك الإبل كان عنيف جدا تجاه الرضيع مين اللي بيقوم بعملية الرعاية والتربية وإحنا عايزين حد مدرب ما هو ده بيتم عن طريق أبناء الشلاتين يعني كل العمالة اللي موجودة في وضع حضين سواء في كل المشروعات حتى الصعوب الهايدروبونيك حتى الصعوب العادية حتى الإبل بيتم عن طريق أبناء الشلاتين للمعرفتهم الجيدة جدا بالتربية واسلوب التربية بتاعت الإبل وبالتالي فيه تكامل في هذا الموضوع إن إحنا نستعين أولاً بنخلق فرص عمل بنخلق فرصة عمل لهؤلاء الشباب الموجودين أبناء الشلاتين هم قادرة بعملية التربية والإبل وبطبع الإبل متعودة عليهم سواء في عملية الحليب أو في عملية التغذية أو عملية الشرب وخلافه فأبناء الشلاتين أقدر بالقيام بهذه العمال فعلا وأنا لاحظت كده إيه العائد إن إحنا موقفينهم مربوطة رجل من الرجول الجمل هو ده نوع من أنواع الإحكام في الحركة وعدم تحركهم خارج نطاق معين من عملية الرعي لأن إنت عارف حضرتك إحنا المناطة اللي زرعينا بالأطف والأكاسيا مساحة محدودة فبيتجنبوا عملية الرعي الجائر عن طريق عملية الرابط دي يعني بيدون مساحة مثلا بيقسموا عليهم المساحة لأن عملية التجديد أو النمو الجديد للأشجار الأكاسيا والأطف بطبة معروفة بتوقيتات زمنية وبالتالي بيحدد ليهم مساحة يرعو فيها كل فترة زمنية عشان يتجنب عملية الرعي الجائر فهو بيلجأ لهذه الحيلة وبالإضافة أنه هو بيقدر يتحكم في عملية الحلب بعد كده لما يجي يحلبها ما يضطرش يلف وراها بيطبة مربوطة فبيقدر يتحكم فيها حللتوا عينات من هذه الألبان نشوف جودتها نسبة البروتين فيها بتعملوا بيها إيه دلوقتي؟ هذا الموضوع مع المركز القومي للبحوث ومركز بحوث الصحراء فعلا أموا بتعامل قبل ما يحللوا ألبان أموا بتحليل دماء هذه الأبل خدوا عينات لمعرفة إذا كانت فيها أمراض متوطنة خلوها من الأمراض المعدية وخلافه بعد كده لما صمموا العليقة أو يواجب العلافية للإبل تم تحليلها وتحديد نسب البروتين وتحديد نسب الكربوهيدرات وخلافه وبعد كده تم تحليل عينات الإبل لتقييم جودتها وما ينقصها وما لها وما عليها كل ده تم بطريقة علمية في المركز القومي بحوث ولمركز بحوث الصحراء نظام الرأي اللي أنا شفته عايزك تشرحولي لأن هو كان فيه توجهات مهمة جدا من الدولة ومن السيد الرئيسة عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على كل قطرة مياه وأننا نستغل مواردنا أنا فوقعت أن أنت عامل نظام للرأي جديد أنا ما شفتهش قبل كده هو ده نظام اسم الفلوبي سبرينكلر النظام الفلوبي سبرينكلر ده بدأ في جنوب أفريقيا ويعتبر من أوائل الأنظمة اللي اتطبقت هنا في مصر إحنا كلينا الشرف إن إحنا نطبق هذا النموذج النموذج ده عبارة عن بيطبق عميدة ارتفاع 4 متر من الحديد المجالفة بيمتد ما بين عمود وعمود 50 متر بيشد عليها سلك واير وبيمشي عليها خرطوم الرأي ويبقى فيه فلوبي الفلوبي ده أول ما بيتعرض لضغط المياه بيطلع ويعمل عملية راش للمياه بحجم قطرات المطر عشان كده النموذج اسمه نظام الرأي بالأمطار المصطنعة النموذج ده ليه مميزات كتير أولا بيوفر كمية ماء كبيرة بتطرح ما بين 30% لـ 50% طبقا للمحصول وطبقا لطرق الرأي المقارن بيها بيعمل عملية تلطيف لدرجة الحرارة لأن الماء بتنزل من ارتفاع أكتر من 4 متر وبالتالي أثناء الصيف بتخفض درجات الحرارة بتصل خفض درجات الحرارة إلى 8 درجات حولين النبات بيعمل عملية غسيل للنباتات بالكامل وبالتالي الأطريبة اللي موجودة هناك والعقروسات والعنكبوت وغيرها ما بتلنا تخلص منها تخلص تمام بيوجد عندنا أي إصابة كمان بيخلي فيه عدم إعاقة لأي عملية زرعية يعني عايز تحلط بجرار عايز تنزل دراسة تشتغل براحتك بدون إعاقة بالوقت بيجري عندك مشارك كتير أنا بسابق الوقت المورنجة والتعبئة والتغريف وتسويقها وأنا شفت عبوة مقت فخور إن إحنا بنخرج من الصحراب دي إحنا عندنا إمكانيات جميلة جدا هو طبعا المورنجة من النباتات الرائعة اللي إحنا مفروض نلقى عليها الضوء وخاصة في الأماكن اللي هي زي الظروفة زي الظروف الشيطين درجات حرارة عالية وضو كمية مية وليلة المورنجة متحملة جدا للجفاف بتدي نموات سريعة وخاصة في الدرجات الحرارة العالية إحنا بزرعين المساحة هناك من المورنجة بناخد أوراق بتاعتها عاملين مجفف شمسي للإستفادة من درجة الحرارة العالية جدا والمجفف الشمس اللي إحنا عاملينه مش طاقة شمسية ولكن مجفف شمسي عبارة عن لوح أسود مغطى بإزاز ودخله غرفة فيها أرفو بيترص عليها المنتج خلال يوم ضو بيتجفف بحوال 250 كيلو عشب أخضر بيتجففه في خلال يوم ضوء واحد بناخد أوراق المورنجة وبنعملها عملية تدريج وغربلة للتخلص من أي مواد غريبة أو تخلص من الأتريبة وبعد كده بنوجهها نحية إنتاج منتجين المنتج الأول اللي هو الشالة تي مورينجة الشالة تي وده البراند بتاعنا اللي هو شالة تي لأي منتج حاجة جميلة جدا ربطت المنطقة بالمنتجات اللي بتخرج عندنا براند فعلا ممكن لو نجحتم في تسويقه دوليا انت كده بتعرف الناس بمنطقة فيها سياحة منطقة جميلة جدا فانت بتلفت انتباه العالم من خلال التنمية ان احنا موجودين في مصر هنا تعالوا انا اقول لحداتك بالنسبة للشالة تي ده لي قصة ولابد ان احنا برضو نرجع لفضل لأصحابه كان المشروع لأكدامية البحث العلمي قد اضطرحت بعض المشروعات في منطقة الشالة تي وكان من ضمنها انتاج منتج للشالة تي فكانت جمعة النيل بالتعاون مع مركز بحوظ الصحراء عملوا حاصر للنباتات الطبيعية العطرية اللي ممكن الاستفادة منها وتعبئتها في بعض العبوات تحت براند الشالة تي فلما احنا جينا نبدأ ننتج هذه المنتجات على نطاق واسع فاستعنا عن طريق اكاديمية البحث العلمي بالبراند اللي هو متصمم اللي هو الشالة تي وسمينا مورينجا شالة تي وسميناها اوراق المورينجا من ارض الشالة تي فده تكامل ان احنا مش بنبدأ من حيث ما انتهى الاخرون ما بدأناش ان احنا نصمم مشعار جديد او براند جديد لكن هذا البراند موجود وكان لجامعة النيل ومركز بحوظ الصحراء واكاديمية البحث العلمي دور كبير فيه وموجود هذا البراند احنا اخدناه طورناه تم طبعته على عبوات سواء كان التي باكز او الكياس او اللعبوات الكرطون وتم عمل منتجات يعني الحمد لله يعني نالت رضا الجميع انا نبهت حضرتك من مزاية الحلقة اللي الوقت هيجري لان انت يعني ربنا يوفقك مجهود كبير جدا وطبيعة العمل هي داخل الاماكن الصعبة في مصر الاماكن الحدودية الاماكن الفقيرة المجتمعات اللي لسه يد التنمية ممتدتش اليها فانت بتشتغل على مجالين مجال التنمية والعمل من خلال السرواط والتنصيق مع العمل البشري وده مهم جدا عشان حضرتك تنجح احنا ابتدينا النهاردة نرقي الضوء بمشروع جميل جدا مشروع شلاتين عايزين نستكمل وعايزين نشوف ايه الخطط القادمة هيكون اكيد دينا القاء قريب جدا فانا بتمنى ان حضرتك تنورني ثاني وبشكرك على وقتك السمين لان انا بعد الحديث ده وبعد الاماكن اللي حضرتك ذكرتها النهاردة وانا كان ليه شرف ان انا كنت موجود في بعض منها عارف ان العمل يعني بيحتل مكانة كبيرة جدا في حياتك فانا بشكرك دكتور علي حزين المدير او رئيس مجلس ادارة الجهاز التنفيذ لمشروعات التنمية الشاملة نورطين اشكرك سيد سامح بس يعني لو اتجاوز في الوقت الثانية انا بين خلال برنامج حضرتك بوجه الشكر لكل العاملين في جهاز التنفيذ لمشروعات التنمية الشاملة وفي كافة مشروعاته لانه هما برضو الجهود الحقيقيين لهذا الانجاز الموجود هذا الانجاز فهم انجازهم هما ومجهودهم هما وشغلهم هما وما كان هذا العمل ينجح بدون هؤلاء العاملين سواء اداريين مهندسين فنيين مدرين مناطق فانا بشكر لهم بتوجه لهم الشكر من خلال برنامج حضرتك كل تحياتي لحضرتك وكل العاملين بالجهاز بشكركم مطلوب مننا ان احنا نشتغل مطلوب مننا ان احنا مفيش حاجة تقف قدامنا النهاردة انا وريت حضرتكم نموذج لزراعة الاسماكة او لزراعة السماكة في قلب الصحراء الدواجن في قلب الصحراء بتعبئة او تغريف مورينجا في الصحراء المصرية واتوقع انشاء القديمة هيكون عندي مفاجآت اخرى من خلال هذه المشاريع النجاحة ومن خلال علمائنا المخلصين للبلد شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة